إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدًا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون أما بعد أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله فاتقوا الله تعالى ففي تقوى الله عز وجل سعادتكم في الدنيا والآخرة ففي تقوى الله سبحانه وتعالى تفريج الهموم والغموم والقربات تقوى الله هو غايةٌ وأمل كل مؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكَّل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا أيها الإخوة آيةٌ في كتاب الله حريٌ بكل مؤمنٍ أن يتدبَّرها ويتأمَّله لكي يستيقن قيمة الحياة التي يعيش عليها ولكي يستشعر وضاعة هذه الدنيا ولكي يعلم علم اليقين أن هذه الحياة لا تسوى شيئًا إطلاقًا يُخبِرُنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بطريقة ووسيلة الإخبار والإعلام والتي هي من أعظم الوسائل التي تستخدم من أجل وضع العلم في النفس واليقين الذي يستيقن به الإنسان الخبر والمعلومة فيقول سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخُرٌ بينكم وتكاثُرٌ في الأموال والأولاد كمثَل غيثٍ أعجبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثم يهيجُ فتراه مصفرًّا ثم يكونُ حُطامًا من هذه الآية أنطلق معكم هذا اليوم في الحديث عن هاتان المسألتان الهامتان عن هاتين المسألتين الهامتين التي ينبغي أن يعلمها كل مؤمن وهي أن المال والبنون كما أخبر سبحانه زينةُ هذه الحياة الدنيا قال سبحانه المال والبنون زينةُ الحياة الدنيا هذا المال الذي يتنافسُ فيه المتنافسون هذا المال الذي من أجله الناس يقتتلون هذا المال الذي من أجله يتفاوتون في الأنساب والأحساب هذا المال الذي يُسرُّ الناس على جمعه وربما لا يستفيدُ إلا بقليلٍ منه ولكن لا تهدأُ نفسُه ولا يرتاحُ بالُه إلا إذا كان قد أكنز منه كميةً كبيرة ما ينبغي أن يُعلم أن المال في الإسلام هو مالُ الله عز وجل هكذا تقوم النظرية في المال في الإسلام المالُ مالُ الله كل ما على هذه الأرض من أموالٍ قيميةٍ أو مثليةٍ أو غيرها فهي مالُ الله عز وجل كل ما على وجه الأرض ملكٌ لله عز وجل فلذلك هو يُمَلِّكُ سبحانه وتعالى الناس ويجعل هذا المال في أيدي الناس مُستخلفين فيه فيقولُ سبحانه وتعالى وَأنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُستخلفين فيه فنحن مُستخلفون في الأرض ومُستخلفون في هذا المال الذي في أيدينا قلَّ أو كثر على قدر حجم المال وكميته التي تمتلكها في يديك فأنت مُستخلفٌ فيها ولذلك أنت تُحاسب عليه لأنه لو لم يكن أنك مُستخلفًا فيها فلا شك أنه لا يمكن أن تُحاسب عليها لكن حينما كان هناك استخلاف بمعنى أن هذا المال عندك أمانة وتتصرَّف في هذا المال بناءً على ما أمرك الله عز وجل به أو نهاك عنه تَأْتِي الْعُقُوبَةُ وَالْحِسَابُ أو للجزاء من الله عز وجل إذا علم هذا فهمنا أن المال هو في أساسه من الله عز وجل يعطيه من يشاء قلَّ أو كثر وقد عَتَ الله عز وجل أناسًا أُناسًا وَذَكَرَ وَسَطَّرَ تَارِيخَهُمْ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ هُوَهِبَةٌ مِنْهُ وَعَطَاءٌ مِنْهُ اختبارًا وامتحانًا وابتلاءً منه سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل فرعون أنه أعطاه من الأموال والكنوز ما ملك به أرض مصر ولما أرسل الله عز وجل له موسى عليه السلام كفر وكذَّب واستكبر وصدَّ عن سبيل الله عز وجل كانت النهاية أن الله عز وجل يخبر عن موسى قائلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالًا في الحياة الدنيا ربنا ليضلُّ عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدُد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إذن الله الذي أعطاه المال وليس بعبقريته وليس بقوته وشدته ولا بإمكاناته وقدراته بل هو عطاء الله عز وجل يعطيه من يشاء ويحرِبه ممن يشاء فالمالُ مالُه سبحانه وتعالى يُخبرُ سبحانه وتعالى كذلك عن قارون الأسطورة التي كان من قوم موسى قال سبحانه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى عليهم وآتيناه والضميرُ يعودُ إلى الله عز وجل أنه الذي أعطاه من الكنوز أي من قدر هذه الكنوز ما إن مفاتحه لتنُؤ بالعُصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحبُّ الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علمٍ عندي المال مال الله هو الذي أعطاه وهو الذي سطر هذا التاريخ الذي ذكره عنه أنه نسب هذا العطاء لنفسه ولقوته ولإمكاناته وقدراته فكانت النهاية والنتيجة فخسفنا به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض لأنه ليس من عندي وليس من قدراته وذكر الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة فقال دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ لَهُ مَا لَمَّ مَمْدُودًا وَجَعَلْتُ مَن الذي جَعَلْ الله سبحانه وتعالى قال وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمَّ مَمْدُودًا مَا طَوِيلًا كَثِيرًا وَبَنِينَ شُهُودًا أي أولاد أمام عينهم ومهَّدُّ له تمهيدًا من كل الأسباب تحت يديه أي ما يُسمَّى اليوم في عُرفنا بالنُّفوذ لديه نُفوذ في كل شيء استطيع من مكانته الاجتماعية وإمكاناته المالية ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدًا سأرهقه صعودًا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قُتل كيف قدر كل هذه الإمكانات التي في أيدي الناس وكل هذه الأموال التي يمتلكونها تجارات أو عمارات أو مزارع أو ذهب أو فضة أو سيارات وقصور وغير ذلك كلها من عطاء الله عز وجل يمتحن فيه عبادة لا يظن أحدكم أن ما يملكه من المال جاء بجهده وقده وتعبه فكثير من الناس منذ أن يُصبح إلى أن يُمسي وهو يجد ويشتهد ويتعب ولا يحصل إلا على القليل وهناك أناس نائمون في بيوتهم يُمسون ويصبحون نائمون وإذا بالأرصدة في البنوك هكذا بوحدة تدخل في حساباتهم الآلاف والملايين والمليارات من غير عناء ولا تعب من الذي يسَّر هذا؟ ومن الذي فتَحَ هذا؟ ومن الذي جَعَلَ هذا وأمدَّ هذا وأعطى هذا وكفَّر لهذا؟ الله عز وجل هو الذي يُقَسِّم هذه الأرزاق بين عباده ومع هذه العطايات الكثيرة والأموال الكبيرة يُبَيِّنُ سبحانه وتعالى أن هذه كلُّها لهوٌ ولعب وزينةٌ وتفاخرٌ وتكاثرٌ ليس إلا لأنها في النهاية يتركها الإنسان ويذهب وتذهب هذه الأموال إلى الورثة والورثة يُورِّثونها للورثة والورثة الذين ورثوا يُورِّثونها لمن بعدهم وهكذا تدور هذه الأموال في أيدي الناس وعباد الله فيُصبح الغني فقيراً والفقير غنياً والشريف وضيعاً والوضيع شريفاً وهكذا الحياة وتلك الأيام نداولها بين الناس إذا فُهم هذا لن يحزن إنسانٌ على عطاءٍ قليل ولن يفرح إنسانٌ على عطاءٍ كبير لأن كل هذه العطايا امتحانٌ واختبارٌ وابتلاءٌ من الله عز وجل النفس البشرية طموحةٌ بطبيعتها وفطرتها حُبِّب إليها المال وحُبِّبت إليها الشهوات فقال سبحانه الزُّيِّن للناس حُبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف يُجيب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حُسن البال هذا المال إذا زاد عن حد الإنسان وحاجته يُطغيه لأنه شغوفٌ به ويُحبُّه حُبًّا شديدًا فقال سبحانه وتُحِبُّون المال حُبًّا جمَّى الإنسان بطبيعته بفطرته يُحبُّ المال ولم يسلم أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم من حُب المال ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يُحفِّزهم على الإنفاق والعطاء وما أكثر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسابقة والمسارعة إلى الإنفاق والبذل وضرب الصحابة بذلك أروع الأمثلة في الإنفاق والتخلُّص من حُب هذا المال وشُحِّهم في نفوسهم يروي مسلم في صحيحه من حديث المصر بن مخرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى البحرين أي إلى المنطقة الشرقية التي نسميها اليوم لكي يأتي بجزيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح أهل البحرين على ذلك فكان يُرسل عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة من دوبًا عنه لكي يجمع هذه الأموال ويأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يوزِّعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين حسب ما تقتضيه المصلحة في تلك الفترة فسمع الناس أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضا قد قدم بمال من البحرين من في المدينة وأطرافها والبوادي سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه مال من البحرين يقول الراوي فوافوا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل جاء من كل أطراف المدينة واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل يريدوا نصيبا حب المال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم بعد الصلاة انصرف هو انصرف من هنا عليه الصلاة والسلام وإذ هم يبتدرونه عند البال الكل وقف له سد عليه الصلاة والسلام فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم أوكأنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء من البحرين قالوا نعم يا رسول الله سمعنا لذلك جئنا وفوافينا معك صلاة الصبح هذا حال ردهم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة العارف بالنفس أبشروا وأملوا والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم أبشروا وأملوا لا يقول هذه الكلمة إلا من هو يعلم هذه النفسيات التي تحب المال عند المال كل شيء يتغيى يصبح العدو حبيبا والحبيب عدوا يفقد الإنسان أخوه أو أبوه أو أخته أو أمه أو قريبه أو حبيبي من أجل المال لعزته ومكانته في نفس الإنسان اذهبوا يا سادة إلى المحاكم وفتشوا في ملفات القضايا أكثر من تسعين في المائة من قضايا المحاكم بسبب الأموال إما بسبب الخلافات التجارية أو الخلافات الغسرية في المواريث ولا تجد من القضايا الجنائية أو غيرها سوى عشر أو عشرون في المائة فقط المال عدو الإنسان ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى منه ما ينبغي أن يفهمه الناس أن هذه الأموال التي بأيديهم هي عطايا من الله عز وجل وهم مسؤولون ومحاسبون أمام خالقهم عن هذه الأموال فليس هناك ما يدعو إلى أن يفخر الإنسان على إخوانه بأنه أكثر مالا أو أكثر جمعا فالعاطي هو الله ما ينبغي أن يعلم أن هذا المال هو مال الله في الأصل وما في أيديكم وديعة وصاحب الوديعة هو الذي يقرر ما تفعلون وما لا تفعلون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه ورفور رحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وفي لفتة نبوية تحدد هذه النفسية في المال يقول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا وما يملأ عين بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب إذا تأملتم معي هذا النص كيف إذا كان يمتلك الإنسان واديان من ذهب تخيلوا كمية الأطنان التي ربما يحويها هذا الوادي من الذهب فلو كان له واديان ماذا يحتاج الإنسان في حياته من أكله وشربه ملبسه مسكنه مركبه كم يحتاج في اليوم كم كمية المال التي حتى لو أصرف على نفسه يوميا من هذه الاحتياجات الهامة التي نقول حتى مع الترف كم ألف اثنان عشرة آلاف لو افترضنا أن الإنسان يصرف يوميا عشرة آلاف بمعنى ثلاثة مئة ألف في الشهر بمعنى أربعة إلى أربعة ونصف أو خمسة ملايين في السنة كم سيصرف على مدى السبعين عاما الذي يمكن كم مئة مليون مئة وخمسين مليون تكفيه هو وعائلته خمسمائة مليون تكفيه لكن تخيلوا الكمية الأطنان التي في الوادي إذن هو لا يبحث عن ما يصرفه أو عن ما يلبسه أو عن ما يأكله أو يشربه الإنسان يبحث عن الكنز والجمع عن أن يكون يحتوي هذا المال أن يكون لديه كثير وهذا هو التعبير القرآن الصحيح وتكاثر بينكم في الأموال وإيش والأولاد الخطبة القادمة نتكلم عن الأولاد وفتنة الأولاد كما تكلمنا اليوم عن فتنة المال إذن الإنسان لا يحتاج هذه الأموال الكثيرة وكلما كانت لديه كلما أراد أن يزيد وهكذا ولهنا أو هاهنا يقول صلى الله عليه وسلم كما يروا الإمام الترمذي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه مسألة اكتساب المال أو كنز المال أو جمع المال أو إنفاق المال مسؤول عنه الإنسان فلا يظن الإنسان أنه حينما يجمع الأموال الكثيرة ويتفاخر ويتباهى أنه بعيد عن المساءلة أحبتي في الله ما ينبغي أن ندركه تماما أن قضية المال قضية فتنة هذه هي الفتنة التي عناها القرآن بقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم اللهم إننا نسألك الأجر العظيم اللهم إننا نسألك الأجر العظيم إهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين قنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين آمن اللهم في أوطاننا آمنا اللهم في أوطاننا آمنا اللهم في أوطاننا أصلح إمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك يا رب العالمين نسألك اللهم صحةً في الإيمان وإيمانًا في حسن خلق ونسألك من خيري الدنيا والآخرة تغفَّنا وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسريبًا كثيرًا